اهلا بحضرتكم نوبات القلب هي حالات طريقة طبية خطيرة لكن يمكن منعها اذا كان الشخص على دراية بعلامات الانذار المبكرة على عكس الاعراض التقليدية للنوبة القلبية التي تظهر عند الرجال هناك علامات غير نمطية وغير محددة للمرض نفسه عند النساء وهو ما يتسبب في تأخير تشخيص النوبة القلبية في كثير من الاحيان الاعراض التقليدية للنوبة القلبية بشكل رئيسي عند الرجال على الرغم من انها يمكن ان تحدث ايضا عند النساء الا انها اقل شيوعا لهذا السبب قد يتأخر التشخيص من هذه الاعراض المعتادة ضيق شديد في منطقة الصدر الذبحة الصدرية والم وخدر في الدرعين والسقين ووجه شاحب والام الرقبة والكتف والفك والظهر في المقابل هناك علامات غير نمطية وغير محددة للاصابة بالنوبة القلبية عند النساء في كثير من الاحيان وتشمل هذه العلامات ضيق التنفس وغثيان وعسر الهضم وايضا النوم المضطرب او التعب المستمر والم في الجزء العلوي من البطن بالاضافة لضغط وضيق في الصدر ايضا هناك اعراض اقرى ومنها تكرار الغثيان او الارهاق والدوخة قبل ايام او اسابيع او حتى اشهر قبل النوبة القلبية الفعلية دراسة حديثة كشفت ان ما يقارب 40% من النساء يعانين من اعراض مفاجئة في الاسابيع التي سبقت اصابتهن بالنوبة القلبية وبحسب بحث نشر بمجلة سيركوليشن الاجنبية فان الاعراض الخمسة الاكثر شيوعا التي ابلغت النساء عن التعرض لها في الشهر الذي سبق الاصابة هي اجهاد غير عادي واترابات النوم وايضا ضيق في التنفس وعسر الهضم والقلق اما الاعراض خلال النوبة القلبية فهي ضيق في التنفس وضعف عام واجهاد غير عادي وايضا عرق بارد ودوخ طيب ايه اللي ممكن نقوم بيه لتقليل مخاطر الاسابة بالنوبة القلبية تقول روث جوس ممردة في مؤسسة القلبة البريطانية ان هناك الكثير من الاشياء التي يمكننا القيام بها جميعا لتقليل مخاطر الاسابة بامراض القلب منها الحفاظ على وزن صحي وهو ما يحسن صحة القلب والدورة الدموية ايضا الرياضة وزيادة نشاطك البدنية ومن المهم جدا التحرك فالتحرك مهم لصحة القلب وينصح ممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة في الأسبوع ويمكن ان يكون النشاط عبارة عن المشي السريع او ركوب الدرجات او ممارسة الرياضة ايضا نقطة مهمة جدا تتعلق بضغط الدم اذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم فمن الضروري الحفاظ على وزن صحي والتوقف عن التدخين وتقليل الملح والكحول ايضا الحفاظ على النشاط البدني وتناول الأدوية الموصوفة كذلك نسب الكوليسترول فالكوليسترول للدار يمكن ان يزيد من خطر الاصابة بامراض القلب او الدورة الدموية ويمكنك المساعدة في ادارة مستويات الكوليسترول عن طريق الحد من كمية الدهون المشبعة التي تتناولها وان تكون اكتر نشاطا واتباعا لنظام غذائي صحي ومتوازن اخيرا الاقلاع عن التدخين فالاقلاع عن التدخين هو اكبر شيء يمكن ان يقوم به الشخص لمساعدة قلبه وذلك لان المدخنين اكثر عرضة للاصابة بنوبة قلبية مرتين تقريبا مقارنة بمن لم يدخنوا مطلقا مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم اشتركوا في القناة